سوف نبدأ بتحذير الدجاج مع أرض الشوكة الآن سوف نقوم بتحذير الدجاج مع أرض الشوكة لذلك نحتاج هذه المصرات 2-3 باونس بونلس شوكة 2-3 باونس صدر الدجاج بدون عظم أو جلد ملح 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 فلفل أسود 1.4 كب ألف أول 4 كوب زيت زيتون 1 جار 16 أونس أرض الشوكة 1 قنينة 16 أونس أرض الشوكة 2 بصل أحمر مقطع إلى شرائح 4-5 كلافز غارلك سليست 4-5 فصوص ثوم مقطعة إلى شرائح 1 كب ألف ريت بابر قط إلى ستريبس 1 فلفل أحمر مقطع إلى شرائح طوليا 1 تيبل سفون درايد أوريجانا 1 ملعقة طعام أوريجانا مجففة 1 كب تشيكين براف 1 كوب خلاصة ماء دجاج 1.5 كب بيت كلماتة ألف 1.5 كوب زيتون أسود بدون نوة 1.5 كب كرمبل فتا 1.5 كب جبنة فتا 1.5 كب شابت بارسلي 1.5 كب معدنوس مفروم 2.5 كب أجل 1.5 كب تشيكين قطعتها الى شرائح رقيقة كلش سيزن بقليل من الملح والفلفل اسود والفلفل اسود نطبخ بالجهة الأخرى من الدجاج بنفس الطريقة افضل الملح واختبخ السيطان الويل اصحابande حتى يريد الملح سوف نضبخ الدجاج من الجهتين لمدة دقيقتين الى ثلاثة ونفعلنا نفس الشيء للقطعة الأخرى بنفس الطريقة وصفة كل شيء سهلة للتحضير سريعة جدا بس راح تكون كل شيء طيبة ومميزة اس Activei عن راح تحضير اس ومملك سوف تقوم لしてираيئ قévbling ان المموضوعات ت Irene عندما تحضير موقف الدجاجٍ الى صلى الله عليه وسلم من المشكلة الى هم من طريق البرcu outta سنة سوف ت invest себе جيد قطعة دجاج نطبخه داخلها من الجهتين and we will continue cooking the remaining pieces راح نطبخ القطعة الأخرى بنفس الطريقة there we go now the other pieces of chicken are nicely cooked القطعة الأخرى من الدجاج نطبخوا من الجهتين we will transfer them to a dish like this نحولهم إلى إناء مثل هذا perfect there we go and now we will cook the remaining ingredients راح نكمل طبخ المواد الأخرى we will add some more olive oil to our skillet and here I drained the artichoke they were packed in water I drained all the water from them making sure they are nicely dry and then we will cook them for about 2-3 minutes نحن طبخهم لمدة دقيقتين الى ثلاثة الارتشوكز براون من واحدة انظروا جميلة شوفون الارض شوكش شون حمروا شوية طبخناهم بقليل من زيت الزيتون ونحن نحوولهم الى نفس الاناء ويا الدجاج هناك مجموعة نضيف البصل الاحمر نضيف قليل من الزيت ونضيف البصل الاحمر نضيف البصل الاحمر اللي مقطع الى شرائح اللي مقطع الى شرائح نضيف البصل الاحمر ضفنا الثوم اللي قطعنا على شكل شرائح طوليا ورح نستمر بحمس الثوم والبصل الاحمر ورح نحوول البصل الاحمر الاحمر ورح نحوول البصل الاحمر نضيف البصل الاحمر ورح نضيف البصل الاحمر ورح نضيف البصل الاحمر ورح نحرك لمدة دقيقة الى دقيقتين جميلة 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 سوف تضع الكثير من الناس مواد كلش طيبة وشهية و هي الدجاج سنتينكها كلش طيبة للدجاج طيبة لدينا جميلة جميلة الألعاب للضبط وتخيلها الكلة إلى اللعبة و لمنحنا أن نملك اللعبة لتحضير الكلية الكلة ممتازة الدجاج ثم نضع الحمدين والأوريغانا ثم نضع الهاتف نضع هذه المشكلة إلى البيض نضع المشكلة إلى البيض لتجهدنا جميلة ثم نضع المشكلة إلى البيض نضع المشكلة إلى البيض نضع الدجاج إلى المقلات حتى نكمل طبخها و المحلول ثم نضع كل المشكلة راح نضيف كل المواد الأخرى جميلة جميلة ثم نضع الدجاج ثم نضع المشكلة إلى البيض ثم نضع المشكلة إلى البيض ثم نضع المشكلة إلى البيض نكمل طبخها بالمقلات لمدة 7 إلى 8 دقائق إلى أن ينضج الدجاج ثم نضع المشكلة إلى البيض نضع المشكلة إلى المشكلة إلى المشكلة ثم نضع المشكلة إلى المشكلة إلى البيض ثم نضع المشكلة إلى المحلول راح نزين بقليل من المعدنوس المفروم انظر جميل الضجاج حاضريه حتى نقدمه راح نبدي بتحضير الدجاج مع البلسامك والخضروات المشوية بعد الفاصل